اهلا بكم الاخبار في الدقيقة الشرطة الفرنسية تلقي القبض على السائق دهس عددا من المرة قرب مدينة تولوز الفرنسية مواطنون مجلس التعاون الخليجي يبدأون مغادرة الاراضي اللبنانية وذلك بعد ساعات من اعلان دولهم ضرورة رحيل كل المقيمين والزوار على حد سواء من لبنان مسؤول في القيادة المركزية للقوات الجوية الامريكية يقول انه من الواضح من هجمات الصواريخ الباليستية من اليمن ان ايران تقدم هذه الصواريخ وزير الخارجية السعودي يطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعامل بشكل فعال مع ايران وفرض عقوبات عليها لدعمها الارهاب والانتهاكها قرارات الامم المتحدة القوات الجوية المصرية تحبط مخططا ارهابيا لاستهداف قوات التأمين بالمنطقة العازلة الثالثة في مدينة رفح شمالي سيناء دراسة اجراها علماء من جامعة هواي الامريكية تقول ان موجات الحر الشديدة تقدر على الفتك بالانسان بما يصل الى 27 طريقة على الاقل علماء يطورون هيكلا روبورتيا يحمل فرص تفاؤل للاططال المصابين بالشلل الدماغي بتحسين قدرتهم على المشي انطلاق الدورة العاشرة من جولة نبض دبي الكبرى للدراجات الهوائية على طرق الوعرة بمشاركة الاف العائلات وهواة ركوب الدراجات الهوائية ومحترفي هذه الرياضة الممتعة اشتركوا في القناة